اشتركوا في القناة هنا لا تراجع ولا تربط ولا تفتح اختبار لا فائدة والله ما اني فائدة من الترسل نربط تراجع تربط تحكر لماذا خص النبي صلى عليه وسلم هذه الثلاثة اشياء دون الذهاب للطبيب ودون شرب العسل ودون الحجامة مثلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاثة الاشياء عن بقية الاشياء نعم تحقيق التوكل صحيح ها نعم يقول لان الناس يتعلقوا بهذه الاشياء حتى يعتقدوا انها ليست باسبابه لان بعض الناس يغرب ويأتي هذا قال اسمع اذهب لفلان راقي لو يكون فيك ما يكون اذهب لفلان يكون وفي الجاهلية كان عندهم قبائل معروفة بالتطير اذا تطير لهم هذا لا يمكن يرضو ما تطير لهم به نعم ولهذا خص هذه الاشياء لان الناس يتعلقوا بها اكثر من كون اصبابه تماما طيب بعد هذا بدأ المصنف رحمه الله قلنا بتفسير التوحيد لماذا جاء المؤلف بتفسير التوحيد امس قلنا لماذا جاء بالباب السادس تفسير التوحيد انا لله نعم ما شاء نعم بعد ان ذكر لك وجوب التوحيد وتشوقت اليه ولابد من تكفيري والخوف من ضدي والدعوة اليه الان بدأ في الكتاب وقلنا هالي كالمقدمة لكتاب التوحيد الان بدأ يشرح لك التوحيد من هذا الباب الى الى نهاية الكتاب لنقال فيها في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الافور كمام اذا نحن الان الله يرغى عنك شير التليفون هذا ارفع ارفع ضعه في جيبك وضع الطيران نعم تفسير التوحيد في هذا الباب المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الاشياء ما هو العلم تقول ضد الجهل القيام ضد القعود صحيح الظلمات والنور بضدها تتبين الاشياء ذكر الشرك في الدعاء وتقدم معنا ان الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسل دعاء العبادة صرف لغير الله الشرك اكبر صلى صام حد لغير الله الدعاء مسل ينقسم الى قسمين فيما لا بدل عليه الله الصرف لغير الله الشرك اكبر فيما يبدل عليه المخلوق يصح بشروط اربع حيل وحاضر وقادل وتعتقد انهم سبب الشرك في الدعاء ثم ذكر الشرك في ماذا من يعني؟ بعد الشرف للدعاء ذكروا الشرف في ايه? في ايه؟ في المحبة. ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذوا من دون الله انداده. شبهاء ونظراء مثلا. يصرفون لهم ما لا يصرف الا لله. المحبة تنقسم الى ثلاثة اقسام. الاول محبة مع الله شرف اكبر. يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب احد مع الله. القسم الثاني من المحبة محبة واجبة. القسم الاول محبة مع الله شرف اكبر. القسم الثاني محبة في الله او لله واجبة من اوثق على الامان. من تحب في الله? تحب العمل والعامل والازمنة والامكنة. تحب العمل الشريع. توحيد الصلاة الصيام. من ارض شيئا منا جاء بهم مسؤول عن الصلاة والسلام. قال ولو عمل به كفر. الشريع. الثاني تحب العامل الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الملائكة. عليهم الصلاة والسلام الصالحين. الاولياء. ائمة الاسلام. طلاب العلم. نعم. كل مسلم لابد يحب. الثالث ازمن يحبها الله. ثلث الليلة الاخر. ليلة القدر. رمضان. امكن يحبها الله سبحانه وتعالى. المساجد مكة والمدينة. جبل قفة جبل. يحبنا ونحب. تمام. ضد هذا البغض في الله. لان بعض الناس يقول من ابغض في الله. عمل وعامل وازمنة وامتن. تمام. الثالث من اقسام المحبة محبة طبيعية. جامسة. بشرط الله تقدم على محبة الله. انما اموالكم واولادكم فتنة. يحب الزوجة. يحب الاولاد. يحب الوالد. يحب الوضع المدرم. لا اشكال. اذا لم يقدم هذا على محبة الله. تمام. الثالث. الطاع. ذكر الشيخ في ماذا؟ في الطاع. اتخذوا احبارهم. يقال حبر ويقال بحر. تقول الشيخة الاسلام حبر. ممتلك علما. او بحر. يعني من السعة. مفهوم. احبارهم يعني علماءهم. ورهبانهم يعني عبادا. اربابا. يعني قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله. لا طاعة اللي مخلوق في معصية الخالق. شيء في ماذا؟ في الطاع. في القديم اتخذوا احبارهم علماءهم. ورهبانهم عبادا. في هذه الايام. يقول الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله. اتخذوا من لا يعرف لا بالعلم ولا بالصلاح بالتقوى بالعباد. بل هم يحكوا عن هؤلاء الكفر والفسوق وترك الطاعات. وانه يقوم في الناس عريان ويشرب الخر. ويقول هؤلاء. اولياء الله. كذبوا الله. مفهوم. فقال الذي يعتقد في الصالح هذا اصح ممن يعتقد في الطالح الذي يشهد عليه وعلى فسرنا صلى الله عليه وسلم. الشيخ في النية والارادة والقصر. اذا ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد فسر التوحيد بضده. شرك في الدعاء. وشرك في محبة. وشرك في الطاع. وشرك في النية والارادة والقصر. اذكر. اعظم ما يبين لا اله الا الله. لاننا قلنا لا اله الا الله بنا. كهذا المسلم. يقوم على عمودي. لا اله نافي جميع ما يعبد من دون الله. هذا رفن الاول. جمفي تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. الا الله مثبت عبادة الله واحد ولا شركة. قال ما قال لا اله الا الله. وكبر بما يعبد من دون الله. حرم دمه ومال. يعني الذي لم يكفر لم يحرم دم ولا مال. اذا لا اله الا الله تقوم على رقدين. ان الابار مما تعبدون الا الذي فطرن. لا اله الا الله. تخلع قبل التحلع. حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والافران. مفهوم? مهم جدا. هذا حقيقة التوحيد. غيره ليس بتوحيد جدا.